هكذا كنا في يوم من الأيام حقيقة لما ذكرت لي النظام السوري أخذت رخصة من قاعد الفوج وذهبت إلى دمشق للعاصمة يعني للعاصمة نعم هي كانت لا تبعد عنها أكثر من 25 كيلومتر يعني مسافة قريبة قريبة جدا قريبة جدا نعم ذهبت إلى البريد لأتصل بأهلي زوجتي وأطمنهم عني وهناك حصلت هذه المشكلة أنني سمعت أن بعض المسؤولين في سوريا في ذلك الوقت وكان قائد رئيس الجمهورية كان حافظ الأسد معروف وقلت لهم وقلت لشباب سوريين هناك في البريد بعد أن طلبت الخط إلى بغداد قلت لهم أنها خيانة العراق لم يبقى له شيء ليستعيد جولان وكان على جانبنا من حقيقة كتاب دبابات عراقية أيضا وكانت مهيئة تهيئة كامل لهذا أن تتقدم باتجاه الجولان ولم يبقى أمامنا شيء كل التقدم فقلت أن هذه خيانة فتجمع حولي شباب كثيرين من السوريين لا أولا لماذا قلت هذا الكلام؟ قصدي هل فعلا أنتم كنتم على مقربة من الجولان أو من تحرير الجولان نعم أو شنو اللي صار لعد نعم اللي صار أن الحكومة السورية طالبت من العراق أن لا يتقدم أكثر من هذا من الجيش العراقي ولوحت بأنها ستطلب من الجيش العراقي الانسحاب والعودة إلى العراق خوفا أيضا كان حقيقة خوفا من الجيش العراقي يعني شنو تفسير أن القيادة السورية طلبت من العراق أن يتوقف في الجيش العراقي والله أظن أنها كانت اتفاقية بينهم وبين الصهاين نحن لا نعلم ما الذي حصل فحقيقة هذا اللي صار فتجمع حولي شباب كثيرين من الشباب السوريين وقالوا نحن معكم وإنها خيانة وكذا وكذا ثم توجه ثم توجه اثنان أظن هما كانوا من المخابرات السورية ففضوا هذا التجمع الذي جعلته حولي من الشباب وهم يؤيدون أنها خيانة وكانوا خائفين ويعرفونهم فناقشوني وقالوا لي يا أخي ما لك الحق أن تتحدث هكذا كذا وأنت تظلم حكومتنا وتظلم كذا أنا لا أظلم أحدا كل من يوقف القتال ويتخلى عن الجولان أعتبره خائنا فقال لي أحدهم ما الذي تريد في هذا المكان قلت لهم أنا أريد أن تصل بغداد بأهلي فاستعجلوا هذا طبعا الكلام كل فيه مكتب البريد فيه مكتب البريد وكان متسعا وكان البريد على ذاكرتي قريب من سوق الحميدية والكل يعرفون مكانه يعني قريب من سوق الحميدية ونهاية سوق الحميدية أذكر كان المسجد الأموي على كل حال اتصلت بأهلي وكسبت كسبين أنني قلت كلمة الحق أمام أخوانا السورين ووجدتوا أن الشعب السوري والشباب السوري متحمس كما تحمس الجيش العراقي ويبدو كان أدهم وعي وعارفين ما يجري على الجبهة يعلمون نعم في ليلة العيد وهذا ما حصل اتفقت مع بعض الضباط أن نذهب صباحا إلى صلاة العيد بعد أن أخذنا الرخصة وكان القتال متوقف متوقف فذهبنا للصلاة العيد متوجهين إلى مسجد الأموي كان يعجبنا أن نصل العيد هناك ولكن تأخرنا وكان علينا أن نصل العيد فصلنا في مسجد خارج دمشق ثم توجهنا إلى سوق الحميدية وصلينا أيضا هناك في صلاة تحية المسجد في المسجد الأموي وأفطرنا إفطارا كما أسميه عراقيا ثقيلا في المنطقة القريبة من السوق الحميدية وعدنا سالمين والحمد لله إلى مقرنا في منطقة غباغب ودير العدس ما هو وقت رجعت إلى وحداتكم في داخل العراق؟ نعم صدر الأمر أن نذهب ليلا ينسح بالعراق ليلا وأن لا يدخل دمشق تذكر التاريخ؟ والله على ما أظن أنه قريب نهاية شهر 12 لهذا الشكل يعني 73 لا أعرف بالضبط التاريخي يعني اليوم فرقونا وكان معي أسعاف أنا مسؤول عن الأسعاف وكل كل الجيش انسحب وحتى وحدتنا طبية انسحبوا من جهة الغوطة قالوا لا يدخلوا ولكنني ومعي صيدلي ومعي ممرضين اثنين ومع السائق قالوا يا سيدي عندنا يعني نقد سوري ونريد أن فاضطررت أن أخترق بالأسعاف وبصوت الأسعاف أخترق الحاجز وادخل دمشق فلحقني النضباط يسمون النضباط العسكري السوري ولما كان هذا الحاح وكان الليل على بدايته بعد المغرب استطعت أن أوجه الأسعاف في أحد المحلات وأطفأنا الأضواء ومر ومرت الماتورسيكلات التي كانوا يركبونها الشرطة العسكرية ولم يلاحظون فتوجهنا بعد ذلك بعد هذا الأمان إلى منطقة سوق الحميدية ودخل الممرضون ودخلت معهم وكانت بعض المحلات مفتوحة لا زالت يعني يعني خلي أقول 10% من المحلات مفتوحة اشتروا ما يحتاجون من ملابس لأطفالهم وأولادهم ونسائهم وأنا معهم وتوجهنا إلى العراق بسلامة ودخلنا العراق فجرا وهناك بعدها توجهنا إلى مدينة الرمادي ومن مدينة الرمادي توجهنا إلى جرف الصخر ومن جرف الصخر دخلنا إلى الصور مدينة النعمانية ثم إلى العمارة إلى العمارة وهناك حقيقة بعد مرور وقت من الزمن صدر أمر حولي بأن أكون أعمرا لوحدة ميدان طبية 12 في لواء 27 الآلي قبل أن تكمل وتتحدث عن هذا الأمر أمر النقل سنتوقف هذا الجزء الأول من الحلقة الأولى خصصنا فقط لمذكراتك ومحطات قضيتها في تلك الأيام على الجبهة السورية نأخذ استرحة قصيرة ونعود أحبتي المشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام المشاهدين الكرام لمدانتك المشاهدين الكرام